السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الجمال صباح الدلال صباح العسلات صباح الشربطات صباح اللي بتغني صباح الهنة صباح كل حاجة جميلة نهاركو أمل وطاقة وسعادة يا حبايب نصرة يا روح قلبي نصرة يا كتاكيت قلبي نصرة عاملين ايه يا روح قلبي كل سنة وانتو طيبين خلاص يا ولاد ساعات ساعات وهنصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الكلم وعن كل حاجة يا ربي يجعلوا أيام خير وسعادة وآمل وطاقة وكل حاجة جميلة وعايزاكو تقولولي في التعليقات اعمل ايه في رمضان غير الاكل نحكي ايه في رمضان غير الاكل غير الحكاوي اللي احنا بنحكيها دي مش عارفة قلولي بس والله مش عارفة احكي ايه واتكلم في ايه في ناس هتقولي احكي حكاوي طيبة احكي حكاوي موعزة طيبة مش عارفة بصراحة لو حد عن دحكي احكيها لا انا بقى في رمضان يعني في رمضان انتو اللي تحكيولي مش انا اللي هحكيلكم المهم النهاردة يا ناصرة بتعملي بص يا جميع حبيب جلبي روح جلبي فتفيت جلبي دلوقتي انا شميت ريحة مش لطيفة من الزريفة النهاردة معنا قصة مأسوية مأسوية وبقالكو كتير ما خدتوش مقاسي ياولاد يختي بس هي مش مقاسي مقاسي يعني مقاسي تمانية وتلاتين شبشي بجازم اي حاجة اللي يجوا في ايديكم تمام يا حبيب ناصر كتاكيت ناصرة المهم يا جماعة فضيت بتوع البصل قولولوا على البطاق بتوع البصل والطوم دول اسمهم ايه شميت ريحة مش لطيفة مش لذيذة قلت يا بيت لازم اكيد من بصل او بطاطس وفعلا هذا صح فروحت مسكام يا حبيب ناصر كتاكيت ناصر غسلتهم كده ونشفتهم وروحت بقى طلعت ايه الحاجة البيزة وهروس بقى البطاس الوحدة والبصلة الوحدة والكلام والحاجات والمال حتى كانت جي تمام ونهاردة شغل هنا بقى شغل عادي لذيذ جميل يدي توقع كده يدي بتحوتي تحسس انتو بتتنشاتو بتتنطاتو بتتقطاتو فبنرتب بقى الحاجات بتاعتنا كده وننظف البتاجاز النهاردة ولا مش هنصب المطبخ خارج يعني ونضيف ممكن نلمعه كده وهناخد بسكت الزبالة بسكت المهمليات خليكي شيكي يا ناصره بسكت المهمليات هناخده في الجنينة نفترسه ونحميه وندله دش تمام تمام كده ويعني هننظف المطبخ وهنروأ الشغل ما بيخلص ما بيخلص العمر بيخلص والشغل ما بيخلص لكن تقول ما احنا عايشين نحمد ربنا ونقول الحمد لله على نعمة الصحة والستر وطبعا أكيد ربنا يدومكم في حياتي نعمة وما تحرمش منكم انتو أخواتي وآهلي وأصحابي وأصدقائي كل حاجة جميلة في حياتي وما تنسوش يا حباب ناصره تشايروا الفيديو ونقدر قصة بتاعتنا عن نجمة مشهورة جدا 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 النجمة المشهورة دي عملت ايه عملت كارسة عملت كارسة في مين؟ فقرب الناس إلي طبعا لهاقول مين هي النجمة مش هقول اسمها ومش هقول مين قاربتي لكن قاربتي كانت بتشتغل عندها للأسف للألم الشديد وعملت في قاربتي دي فصل يعني الله يسمحها الله يسمحها وسمح وسمح الناس كلها وسمح أي حد بيئز حد وربنا يهدي المهم زي ما قلتلكم حبيب ناصره كتاكيت ناصره فتفيت السكر بطاتيت السكر ما تنسوش يا روح قلب ناصره يا أغلى حاجة عند ناصره تشايروا الفيديو وتدعوا لي كده دعوة إن ربنا سبحانه وتعالى قبل ما ألقى وجه ربنا الكريم أعتمر والله يا أولاد والنبي يا أولاد بلاش والنبي عشان الناس بتقول لي يا ناصر يا جماعة أنا واحدة باشي في الستين سان إيه تعودت على كلمة والنبي دي ما أصدهاش ما بقاش أصدقلها يعني استفزاز لأ يعني بقولها عادي ما أصدهاش تلقائيا كده عارفين أنت تلقائيا يعني اللي هو عادي هنا يا حبيب ناصره برش بالكابتن الأورنج ده برش البتاجاز عشان أنضفه تمام ده بعد طبعا ما نضفت البدوع بتوع البصل والبطاطس وحطت فيهم الحاجة فبرش ده كده عشان أنضفه وزبطه ويه باللم طبعا كنت لسه طبخه عامل أكل يعني فبلم بقى ورق البصل والبتاع والزبالة وبتاع ومش هننسى برضو ناخد الخلاط تطويقه كده قبل ما نشيله ونرتب أمورنا يعني المهم الست دي عملت ايه فيه قريبتي دي اللي طبعا مش هايفها قول اسمها بس ايه قريبتي قوي يعني طبعا كلنا او كلنا لا لا مش كلنا فيه فئة من الناس الناس البسطاء مين هما الناس البسطاء اللي زي حالاتي طبعا اللي زي حالاتي دي في منهم كتير جدا لو ما كانش نص البشر يبقى تلات ترباح بنبقى عندنا أحلام أو مش أحلام تخيلات ان انت لما تشتغل عند نجمة كبيرة مشهورة ده انت بقى هتكل الحاجة اللي ما تكلتش يا أولاد ده بتطلع في التلفزيون يا أولاد يا أولاد ده كل الدنيا بتشوفها العالم الغربي والعالم المصري والعالم كل العلامات بتشوف الفنانة الشهيرة دي وبتنشكح وتنبسط بقى وتقولك شايفين جمالها شايفين لبسها ده أكيد بتاكل حاجات غريبة وبتلبس حاجات غريبة أيوة النجوم بتقول تمثيل دول أو عموما النجوم يعني بنتخيلهم كده ان هم حاجة حاجة فوق 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 أكيد مش فوق السطو المهم يا كتاكيد نصرة يا قطئية نصرة ده فعلا يعني أنا من صغري بحسن أن النجوم دول حاجة حاجة خريقة حاجة غير الناس اللي بنعيش في السطو معنى هم ناس عادين جدا وأنا تعاملت مع ناس يعني منهم ناس عادين جدا يعني ما فيش حاجة بس إحنا تخيلاتنا يعني عشان يعني مشوفوا في التلفازيو عقبال ما تشوفوني في التلفازيو بس مش ممثلي بطبخ بطبخ ما برضو ده زال التلفازيون أو تلفازين صغير ليتيوب المهم يا حبيب قلبي إيه اللي حصل بقى كانت قريبة ديت يعني كانت بتحب الممثلين زي حالتي كده وكانت بتحلم لاتشغل عندهم أو معاهم إنها باعتاكل الأكل غريب وهتلبس لبس غريب ما علينا ما علينا راح تقريبتنا دي تشتغل عند واحدة من الممثلين دول الممثلة دي كانت مشهورة كانت منتجة وكانت ممثلة وكانت مؤلفة وكانت حاجات كتير جدا المهم الستة دي كان عندها عمارة العمارة دي بتأجرها مفروش شقا مفروشة يعني تمام الناس بقى اللي بتيجي من بلاد بقى من بلاد العربية ومن هنا ومن هنا الناس بتيجي بتقضي في الأجازة شهر أسبوعين ثلاثة بتأجر بقى من عندها الشقا وستة يعني مبسوط يعني واحدة منتجة وممثلة ومؤلفة ومشهورة يعني أكيد عندها الفلوس بالكوم يعني حاجة واضحة الحاجات دي بيجي فلوس كتير قوي يعني ما شاء الله يعني مش بقر ما شاء الله يعني فالمهم كانت اشتغلت عندها قريبتي وقريبتي دي كانت حلوة كانت حلوة قوي وكانت بالتأمورة وكان الممثلة دي كان لها أخ الأخ ده قريبتي دي قالتلي أن أخوها ده رجل طيب جدا 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 وكان دايما لما يروح يشتري حاجة من السوبر ماركت أو من الأسواق أو بتاع ياخد قريبتي دي معاه وكان برضو بيجيب لها حلويات ويجيب لها حاجات لأن قريبتي دي كانت صغيرة مثلا 12-13-14 سنة يعني كانت في عمر الظهور حلوة في عمر الظهور دي غدا تتفتح الأزهار وكان كمان من ضمن الجار الممثلة دي كان فيه واحد ممثل مش ممثل مشهور أوي هو ممثل سنوي كده رجل كبير كان برضو بيشوف قريبتي دي وكان بيعطف عليها قريبتي دي كانت طيبة وغلبانة وعادي ناس كبار بيشوفوا بنت كان ممكن يكونوا من دور أحفادهم يعني الطبيعة الحياة لما بتشوف يعني اعتبر بالنسبة لك عيل من دور ابنك الصغير أو حفيدك أكيد بتدلعيه أكيد بيقول زيك عامل إيه مش عايز حاجة مش محتاج حاجة طبيعة الحياة كده عادي يعني فكانت الممثلة دي كانت بتغير من الست دي جدا اللي هي البنوتة الصغيرة كانت بتغير منها بتغير منها ليه لأن طبعا هنا حبيب قلبي خدت الباسكت بتاع الزبالة واخدته بالفرشة حطيت حب تسابيون صغيرين صغيرين ونضفنا طبعا أنا مش هطول لأنه غويت خدت الفرشة دي شايفين موضوع سهل وبسيط بدل ما تعملي بالليفة ودراعك كل يخش جوه الباسكت تعملي بالطريقة دي سهلة جدا وعلى السريع كده نشتفه وكمان لما نشتفه هنسيبه كده يتنشف كده قريبتي ديت كانوا يعني الناس بي اللي هما أخو الممثلة المشهورة دي كان حنين يعني ربنا سبحانه وتعال حاطت في قلبه الحنية بنت دي مسكت من دور عياله الصغيرين أو ممكن أحفاده وكان بيعتف عليها إزايك عاملة مش عايزة حاجة مش عارف كده عادي فكانت الممثلة دي عندها حتة الغيرة حد يقول لي يا ناصرة يا ناصرة نجمة كده مشهورة آه تغير عادي على فكرة الغيرة ملاش علاقة بالثقافة ملاش علاقة بالمستويات إحنا يا جماعة كبشر بنتفق في حاجات كتير يعني سيبك من الثقافة وسبك من الفلوس سيبك من الشياكة وسبك من الآلاقة إحنا كستات أو كبشر بنتفق في حاجات كتير يعني ممكن ما تفرقش بين الغني والفقير تغيري من واحدة تكراهي واحدة تحبي واحدة تتوجعي إن إنت تعبانة تجوا يعني إحنا بشر يا جماعة عادي جدا يعني فالمهم كانت بتغير منها كانوا بعض الناس اللي بتشتغل في كان في طبعا شغالين كتير بيشتغلوا في العمارة بتاعة الممثلة المشهورة دي كانوا بيقولولها ده احنا بنشوف الست اللي عندك الناس يقابلوها السلم وازيك وعمل يوم مش محتاجة حاجة فكانت بتغير منها المهم جات في يوم والبيت كانت حلوة فعلا يعني اللي هي قريبت دي فراحت قالت لها المهم اتهمتها بالسرقة متغزى منها اتهمتها بالسرقة دي سرقت مني معرفش ختم ممثلة تقولك اه بيتسرق مني المزات وهبابات المهم وفعلا بلغت فيها الشرطة والشرطة جات اخدت الست دي وطبعا البنت كانت 12-13 سنة مرعوبة وخيفة وبتعيت وبترتعش وطبعا المقربين الى الممثلة دي تعارفين انها كدابة وان هي مفيش حاجة تسرقت منها وان هي اصلا مسكة على كل حاجة مسكة على الدنيا كلها لدرجة انها يقال والله اعلم انها كانت ما بتعملش اكل ببيتها يعني الاكل اللي بتاكله من كانت هي بتأجر عندها عمارة كبيرة بتأجرها مفروش فكانوا الشغالين تباحها برضو اللي بيشتغلوا تباح الشؤال المفروش دي فكانوا الاكل اللي بتعمل كان بيطلع منه جزء الست الممثلة وبعض اللي كانت شغالة او كده يطلعوا لها صنية اكل يعني تخيلوا لدرجة قد يعني انت بتأجر المفروش بتاخدي فلوس قد كده ومنتجة وكل العز ده وفي نفس الوقت الاكل يعني اللي هو اصلا مش مفروض مش من حقك اساسا يعني وجهة نظرة مش من حق اهل يعني يعني صاحب اللي مستأجر الشقة هو اللي بيجيب الاكل ودفع فلوس الاكل يعني انت ازاي تاكلي بس ما تفهموش يعني هو يقال قريبتي قالتلي هذا الكلام يعني عدتلي ما كانتش بتعمل اكل في البيت لان سألت انت بتعملي اكل عدتلي لأ ما انا بنرضف بس هي اللي بتطلع صنية اكل من الشؤ اللي بتأجر مفروش الشغالة اللي بتطبخ بتطلع لها صنية اكل ده الاتفاقي المهم قعدت قريبتي دية يوم وطبعا اخوها واجارها الرجل الكبير كلمة قالها احنا عارفين ان هي ما سرقتش حاجة وانتي بتتبلع عليها وان دي مش اول واحدة تشتغل عندك تتبلع عليها وانا اكتشف يا جماعة ان الممثلة المشهورة اللي دايما في البعض طبعا مش هقول كله البعض الممثلين بنحس ان هما حاجة كده ستار بنحس ان هما في الخيال في الاحلام تتهم الست دي وكل القصة دي اول حاجة بتغير منها تانية حاجة عشان تعمل لها دعاية ان الممثلة الشهيرة اتسرقت عشان تفضل دايما على لسان الناس يقولوا الممثلة المشهورة بزمتكو دا مش حرام حرام ولا حلال يرضي ربنا يرضي رب العالمين ان واحدة فقيرة غالبانة تروح تشتغل عشان تساعد اهلها يتعمل فيها كده سبحانك يا رب يمهل ولا يهمل يحصل ايه للممثلة دي طعد اسبوع ما تخشش الحمام وتتحجز في المستشفى عشان ظلمها للبناء دمى دي شفتوا ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم ما بيسايب والله ما بيسايب ولا الكلمة ولا ولا حتى اي ما فيش حاجة فتفوتها كده بتعدي غير لما ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لي البناء دا محقه فالحمد الله ربنا سبحانه وتعالى زهر الحق وراحهم طلعوا البنت دي وتنزلت عن الموضوع اللي هي كتعملها وطبعا في الاسم عارفين ان الست دي كل فترة كده تروح عاملة العاملة السودة بتاعتها دي عشان تتشهر عشان يبقى دايما اسمها موجود ودي كانت قصتنا النهاردة وقلولي اعمل ايه في الايام الكريمة رمضان نعمل في ايه وكل سنة وانتو طيبين وشيروا الفيديو بحبكم قوي بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته